السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة هبة من أكاديمية الميقات الإسلامية سنبدأ اليوم بشرح اسم الزمان والمكان للصف العاشر باع اسم الزمان هو ما يدل على مكان أو زمان حدوث الفعل واسم المكان هو ما يدل على مكان حدوث الفعل يأتي اسم الزمان والمكان على وزن مفعل ومفعل من الفعل الثلاثي ويأتيها على وزن اسم المفعول من الفعل الثلاثي بضم أوله وفتح ما قبل الآخر فنقول مثلا مكة مولد الرسول هنا مكة مولد الرسول مولد دلت على مكان ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام ربيع الأولى للمولد الرسول دلت على زمان ولادة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الآن كيف نشتق اسم الزمان والمكان وكيف نميز بينهما هذا ما سيتم دراسته إذن كما قلنا اسم الزمان هو كل اسم دل على زمن حدوث الفعل واسم المكان هو كل اسم دل على مكان حدوث الفعل ويعربان وفقا لموقعهما بالجملة إذن يعربان وفقا لموقعهما بالجملة الآن لدينا مجموعتان مجموعة ألف ومجموعة باس سنبحث عن اسم الزمان واسم المكان بينهما ألف الليلة الليل مسر الرسول مسر هنا دلت على مكان حدوث الفعل أم على زمان حدوث الفعل الليل هنا يدل على الزمان لذلك مسر إذن من خلال سياق الكلام دل على زمان حدوث الفعل إذن هنا مسر اسم زمان لأنه دل على زمان حدوث هذا الفعل ثانيا متى مهبط الطائرة مهبط هنا دلت على زمان حدوث هذا الفعل دلت على زمان حدوث الفعل مهبط أيضا على وزن مفعل في المجموعة بال قدس مسر الرسول مسر على وزن مفعل طيب الآن لماذا أقوم باختيار مفعل مسر مهبط على مفعل ومفعل لأن اسم الزمان يأتي على وزن مفعل ومفعل فهنا مسر دلت على مكان مسر الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيا أين مهبط الطائرة فمهبط هنا دلت على مكان مهبط الطائرة فدلت على مكان حدوث الفعل إذن اسم الزمان والمكان يأتيان على بناء واحد على وزن مفعل أو مفعل ونفرق بينهما من خلال سياق أو معنى الجملة ويصغان من الفعل الثلاثي ومن الفعل غير الثلاثي ويعربان وفقا لموقعهما في الجملة نشتق اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي على وزنين مفعل ومفعل الآن نريد أن نفرق هذا الفعل من خلال حركة مضارعه ومن خلال الصحة والعلة الآن الفعل الصحيح نعتمد على حركات الفعل المضارع والفعل المعتل سيتم مناقشته فيما بعد الآن الفعل الصحيح نشتق منه اسم الزمان والمكان على وزن مفعل أو مفعل نحدد على مفعل أو مفعل من خلال حركة عين المضارع الآن إذا كان الفعل الثلاثي مفتوح العين في المضارع فبيجي على وزن مفعل فنقول رتع مضارعه يرتع فما اسم الزمان أو المكان من الفعل رتع مرتع صنع مضارعه يصنع فما اسم الزمان والمكان من الفعل صنعه هو مصنع ثانيا إذا كان الفعل الثلاثي مضموم العين إذن صحيح الأفعال هذه جميعها صحيحة لكن نفرق بينهما من خلال إذا كانت مفتوح العين أو مضموم العين بنشتق اسم المكان والزمان على وزن مفعل وإذا كان مكسور العين بنشتق اسم الزمان والمكان على وزن مفعل الآن إذا كان الفعل الثلاثي مضموم العين في المضارع فنقول رسمه في المضارع يرسم عين مضارعه مضمومة عين المضارع مضمومة لذلك يأتي على وزن مفعل مرسم سكنه يسكن عين المضارع مضمومة فيأتي على وزن مفعل فهنا مسكن مفعل هنا إذا كان الفعل الثلاثي مكسور العين في مضارعه مثلا هبط يهبط مهبط عرض يعرض معرض نزل ينزل منزل إذن عين مضارعه ماذا مكسورة فجاء على وزن مفعل ننتقل إلى الصحة والإلة أي أن الفعل المعتل كيف نشتق منه اسم الزمان والمكان إذا جاء معتل ناقص وأجواف يأتي على وزن مفعل وإذا جاء معتل مثال يأتي على وزن ماذا يأتي على وزن مفعل فنقول رمى مرمى سعى مسعى بنى مبنى نأى منأ إذا كان معتل أجواف جاء له مجال كان مكان أما إذا جاء معتل مثال يعني أول حرف إلة فنقول وصل موصل ورد مورد وقف موقف وضع موضع وعد موعد الآن يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي على وزن اسم المفعول أي بإبدال حرف المضار عميما مضموما وفتح ما قبل الآخر إذا بإبدال حرف المضار عميم مضموما وفتح ما قبل الآخر انطلق ينطلق تصبح منطلق التقى يلتقي ملتقا تنزه يتنزه متنزه انحدر ينحدر منحدر اجتمع يجتمع مجتمع إذن نميز بين اسم المفعول واسم الزمان والمكان من خلال ماذا؟ من خلال سياق الجملة نميز بين اسم الزمان والمكان واسم المفعول من خلال سياق الجملة ما دل على مكان حدوث الفعل فهو اسم مكان وما دل على زمان حدوث الفعل فهو اسم زمان وما دل على من وقع عليه فعل الفاعل فهو ماذا؟ فهو اسم مفئول ملاحظة قد تدخل تأنيث على اسم المكان فنقول منجرة، مزرعة، مؤسسة، مطحنة، منشأة، مقبرة ومدرسة ومطبع الآن وضعت بعض هذه الأمثلة على اسم الزمان والمكان في الجملة الأولى موعد انطلاق حملة التورع بالدمي غدا صباحا الآن نريد أن نبحث عن اسم الزمان أو المكان في هذه الجملة موعد انطلاق إذا تدل على زمان هذا الانطلاق ولم تدل على مكان فموعد دلت على زمان حدوث الفعل إذا موعد اسم زمان وصلت لحظة مهبط الطائرة فهنا مهبط لحظة هنا دلت على الزمان فلذلك مهبط على وزن مفعل دل على زمان هبوط الطائرة الملتقى عند الساعة العاشرة الملتقى دلت على زمان الالتقاء فهون دل على زمان حدوث الالتقاء لذلك الملتقى من الفعل غير الثلاثي اسم زمان رابعا سقلت الطالبة موهبتها في مرسم الجامعة فمرسم هنا دل على مكان حدوث الفعل إذا مرسم اسم مكان وإلى هنا عزيزاتي نكون قد أنهينا شرح اسم الزمان والمكان أرجو حال التدريبات التي تم تحديدها ما السلام